اليوم تعرضت المينفيني معنا على أنظار المحكمة للإستئناف بمركش المينف الأول اللي هو مدان فيه بـ 22 شهر والمينف الثاني اللي هو مدان فيه بـ 4 سنوات ديال المسودة ديال التقرير ديال المسودة ديال التقرير اللي تلفق ليه دول منواع ودوانا اللي بيت نقول لكم وأنه المينفيني معنا تأخرون الجسدية سبعة ستة السبب التأخير هو أن الدفاع المطالبين بالحق المدني تمسوا واحد الأجل لإعداد الدفاع لأنهم لم يكنوا توصلوا في الجلسات السابقة وهذا حق من حقوق الدفاع نحن نمنعارض في ذلك لأنه تنأمن بحقوق الدفاع وفي إطار الزملة تواصلنا مع الأساتذة وخبرونا بذلك يعني هذه واحد يومين قبل من الجلسة وتأكدت بالأمس ولذلك باقي أعضاء هيئة الدفاع ديال المديمي ما حضرتش اليوم ولكن أنا كأن نبع اليوم جميعا واللي كان نبغي أكد عليه مرة أخرى على أن هذا التهم كلها سواء أنه لا في الميل في الأول ولا في الميل في الثاني ملفقة لمديمي الميل في الأول كان يتلقى فيه شكايات باسم الضحايا التي يعتبرون بسهم تقاسف واحد الحق من الحقوق وكي كاتبوه هو كمركز وطني لحقوق الإنسان وبالتالي هو كي يكتب الإدارات وكي يتضموا مواقفات وهذا كله مكفول بالمقتضايات الدستورية والمواثق الدولية لحقوق الإنسان ما كي الزعماء شي حاجة لك تمنع أو لك تجرم أنه يدير هذه المسألة هذه وهذه الناس لما يقض المضاجع ديالهم في إطار انخيراطئه كصوت مش كشخص كصوت ناطق في اسم المركز الوطني لحقوق الإنسان اللي عنده واحد عديد الفروع على الصعيد الوطني واللي عنده شاركات معها واحد عديد المؤسسات كتشتغل في مجال حقوق الإنسان يعني قدموا به الشيكايات اللي هي كانت موضوع الإدانة دي 12 شهر أضيف إلى ذلك مشاو تعمل القادية ديال المسودة ديال التقرير اللي هو كين فيهن فيهن باتة أنه يكون ضما فيها الإيساء لمدينة الداخلة أو المؤسسات العسكرية حنا فيما بعد بقينا متريسين كنقولوا هاتشي ما كينش وهاتشي صعب يكون ولما تجمعت لنا عناصر ومعطيات قدمنا الشيكاية الوكيل العام قدمنا الشيكاية الوكيل العام السيد الوكيل العام شكور حالها على الضابط القضائية كما قدمنا الشيكاية بتصريب الأحكام الأحكام اللي تصربت دي الأربع سنوات قبل من تقبيل القاضي الرأي العام كان عارفا وفعلا هي الحكم اللي كان الشيء اللي يجعلنا نتقدمه بشيكاية أولا من أجل حرمة القضاء استقلال القضاء الذي نظر من أجله المغاربة والقوى الحية والمحامون ومختلف النشطاء ديالحركة حقوق الإنسان بوطننا بل أكثر من ذلك استقلال القضاء كان من أهم توصيات هيئة الإنصاف المصالحة التي أطلقها جلالة الملك بتنسيق وبتعاون وبتشارك مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من أجل طيس وحط الماضي كان من أهم توصيتها استقلال القضاء فهل يرضى قضاتنا وقضاءنا والمسؤولين عن القضاء أن يتم نشر حكم قبل أن ينطق به القاضي فتقدمنا بشيكاية وأعتبرنا بأنه في إعلان كانت هناك واحد المؤامرة ضد المديمي اللي الآن بانت الخيوط ديالها بانوا الفاعلين ديالها الشي اللي جعلنا اليوم نكونوا مشجعين كما في الماضي بالإيمان بقارنة البراءة دي المديمي وكذلك بمطالبة برفع الصراح بصراح المؤقت عنه ورفع حالة الاعتقال هذا ما كان وتأخرت الجلسة السبعة الستاء لكن شكركم أنتم كقناة إسبريس على المواكبة كانت منه وتواكبهم على هذه المحاكمات لأنها صبحت هذه القضية قضية رأي العام من أجل تنوير الرأي العام وتنوير المجتمع ومن كذلك من أجل تصلية الضوء على ما سيكون إن شاء الله اللي كانت منه يكون هو الخير بإذن الله لأم ديال سيد محمد المديمي أنا جينا اليوم حقت كان عندولي الجلسة اليوم وتأجلت نهار سبعة في شهر ستا والمهم جلس الأمور كلها يبقى على خير وجل المكتب ديال أسفي وجل المكتب ديال مراكش وجلوا الناس المتضابنين مع سيد محمد المديمي كلهما فين المهم من المراكش كله ومن خارج مراكش وتنشكرهم بزاف وتنشكر الإعلام كله وتنشكر القانوات كلهما من داخل المغرب وخارج المغرب وتنشكر الجالية المغربية كلها هي وتنشكر الدفاع دياله بزاف بزاف وكان يقول دائما هذا الدفاع اللي عند والدي نعمة من الله سبحانه الله حالي الصحية دياله مزيانة والمعنية دياله مرتفعين وسيد محمد المديمي مشبت بالبراءة دياله هو تقول دائما أنه بارئ مش هي تقولها هو نحن عارفينها كله هو إحساس ديالي أنا كأوم والإحساس ديال للناس ونعمة من عند الله سبحانه هو بإنه هو بعد إحنا أشكان ديكساعد يديرنا في سيدنا هو الحكم ديال الشعب الحكم ديال الشعب حكم على المديمي بإنه هو بارئ وكي بقنا الحكم ديال القضاء أماننا في الله سبحانه الله وفي سيدنا وفي محكمات للسيناف عندي واحد آمال كبير وعندي واحد شي حاجة مريحة يا قلبي باش إن شاء الله عادي نخرج من الصوفين مع هذه المحكمات الرسالة اللي كان بنوصلها اللي كان بنوجهنا هي بالفم ديال محمد المديمي وبالفم ديالي كان أكاوم الرسالة اللي كان بنوجهه هي سيدنا سيدنا وحبيبنا وبانا واخونا وتاج فقرصنا يشوف بعين ديال يسيدنا اللي كلها يرحمها وكلها يحب في الميف ديال المديمي ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس ترجمة نانسي قنقر